فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بتوفير حياة كريمة المرة دي مش لبلدة ولا القرية ولا العزبة ولا الكفر المرة دي خصة بالتحديد أسرة الطفل المتوفي رحمة الله عليه اللهم آمين يسكنوا فسيح جمناته قادر يا كريم حسين عبدالله حسين الله يرحمه يمكن حضراتكم سمعته لقى مصرعه على إيد واحد من المجرمين بهدف سرقته فنجع حمادي في إنا الرئيس قال توفير كل متطلبات الحياة الكريمة لأسرة حسين احنا معنا على التليفون عبدالرازق عبدالله شقيق ابننا طفل حسين رحمة الله عليه عبدالرازق إزايك أولا والبقية في حياتك وربنا يصبركو سنين رحمة الله عبدالله عبدالرازق أنت عارف أنه الرئيس وجه به توفير كافة متطلبات المتطلبات ليكم كأسرة ومتطلبات حياة كريمة مزبوط مشكور منه أفندل مشكور منه الرئيس مشكور منه أنه اختصنا بالذات مشكور منه بس إحنا ما بنطلبش حاجة غير أنه عاوزين القصاص العادل العاجل ما تقلقش الموضوع في قد القضاء يعني طبعنا وعاداتنا وتقاليدنا لو هو دعم أطرع وقت احنا ممكن نعمله مش ينفع نعمل التصرف خارج المباحث والدنيا عن مشكورا منهم الجهاز الأمني كله مشكورا كله كل واحد وقف معنا مشكورا منه بس إحنا نطلبش غير القصاص العادل العاجل ما تقلقش أنا يعني عبد الرزق أنا حطت نفسي مكانك والله وأنا فاهم ربنا يا فنتم ربنا ما يوري أي واحد الموقف دي أنا عارف 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 نجلبنا محروق وإحنا حزانة مش عاوز أجل مش عارف أنه أوصل لك بكدير إحنا الحزن اللي إحنا فيه والله أنا عارف أنه مهما الواحد اتكلم ومهما استخدم فيه مصطلحات للمواساة حرقة قلب الأهل على ابنهم مفيش حد هيقدر يستوعبها غير اللي بيمر بيها وبعد الشر عن الجميع أنا كمان واثق عبد الرزق في إنه وعايزك تبقى عندك ثقة حقيقية في إنه أنه يهست الأمن في مصر والأضا في مصر هيجيب لكم حقوقه أيوة شوف بقى الرئيس بنفسه زي ما نقول كده إيه نقول بالبلدي كده مركز معاكو مش بس 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 لكم مركز معاكو واخد باله وعارف التفاصيل ولازم كمان تبقى عارف أقولا منه زعيم العرب إن شاء الله زعيم العرب كله صحيح ولازم تبقى واسق مية في المية أجهزة الأمن والأضا القانون المصري مش هيسيب حق إحسين إن شاء الله إن شاء الله بس عاوزين فأسرع ما يمكن لا بطلبنا الوحيد فأسرع ما يمكن بإذن الله بإذن الله ربنا يصبركم ربنا يصبركم ويهدي نار قلوبكم أمين يا رب ربنا يخليك ربنا يخليك أشكرك يا عبد الرازق والبقاء في حياتك مرة تانية حبيبي ويعني الحقيقة لوحد يقول إن عزي أنفسنا في إنها خالص طفل يعني ابن كل عيلة مصرية الله يرحمه يا رب